السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حباء الزكاي في كل مكان حبائي على ابطال افريقيا في فيسبوك وكمان ملعب الهداف على اليوتيوب اخوكم في الله محمد الصيفي. عندي اخبار مهمة جدا لجمهير النادي الاهلي. عودة المخيف محمد شريف. عودة المخيف محمد شريف الى النادي الاهلي من الصفة المقبل. النادي الاهلي تدخل في مفاوضات متقدمة جدا مع نادي الخليج السعودي عن عودة محمد شريف من الموسم المقبل بعد انتهاء عقده. محمد شريف ينتهي عقده خلال الموسم اللي احنا فيه دوت. ان شاء الله محمد شريف احتمال كبير نلاقيه باتشارة النادي الاهلي من الصيف المقبل. وطبعا بعد تقلق وسام ابو علي النادي الاهلي اتجه الى انه مش عاوز فرود اجنبي. خلاص. يعني كل ار اقتنع بوسام ابو علي. وسام ابو علي متقلق. وسام ابو علي فرود كويس جدا. هيجي منه في مستقبلا انه ممكن يبقى هداف. الدور المصري وكمان هداف دور ابطال افريقيا ويبقى معاه محمد شريف. الاتنين تقريبا يعني ممكن يكملوا بعض في الملعب. وخلاص تقريبا الاهلي بيخلص فيه. فيه خبر تاني عاجل عايز اقول عليه. بعد تقلق المهاري. واللعيب الفلتة المصري احمد عبدالقادر. بعد تقلقه وارجوعه. الرجوع الجميل المسمر للنادي الاهلي. ولكن الاصابة الملعونة في العضلة الخلفية تخليه يغيب عن نهائي افريقيا. وكمان هيغيب عن النادي الاهلي التلت او اربع اسابيع. بعد طبعا ما عمله قشعة وشافوا ان العضلة الخلفية عنده فيها تمزق. فهيغيب من تلت اسابيع الى شهر. احمد بيتلقى خطاب من الفيفا. الاهلي يتلقى خطابا من الفيفا. لتصوير فيلم وصائقي قبل كأس العلم للاندية عشرين خمسة وعشرين. فده يا جماعة انت افرح انت اهلاوي. تقريبا هو الحاجة اللي في مصر اللي بتفرحنا. ان شاء الله كمان هيبه فيه يعني كلام قبل مباراة نهائي. ريال مدريد مع برشلونة اللي هو الاهلي المصري مع الترجي. طبعا انا بمثلهم ببرشلونة وورية المدريد. لانه تقريبا اكبر فرقتين في القارة على ما اعتقد ترجي التونسي فريق كبير جدا. وكمان النادي الاهلي فريق عظيم وكبير. وليه جماعير عظيمة زي ما التوانسة لهم بيحبوا الترجي عندنا برضو اه في مصر. الجماعير هنا بتعشى النادي الاهلي. هيبقى فيه كلام ان شاء الله عن المباراة. وهيبقى فيه كلام كده عن التشكيل الامسة للمباراة. ياريت تتابعوني ولايك وشير وسبسكرايب. ما تنسونيش على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. تابعوني اخوكم في الله محمد الصيفي. انتظريني فيه اخبار جديدة ومعلومات جديدة ان شاء الله. اشوفكم على خير. السلام. اشتركوا في القناة